بشبه البعض بيت سونامي أي العاصفة ممكن ببعض الأحيان بسبب تقلبات المزاج اللي بتعيشه بتكون بحالة هدوء فرح وفجأة بتقلب مزاجه وبتبدأ بتصره في شكل مغاير تماما ومع الأسف كتير من الأشخاص بتجنب التعامل معه إذن سنتحدث بحديث مفصل حول الشخصية المزاجية من هي وما أسباب تكون هذه الشخصية وكيف يمكن التعامل معها بالطبع مع ضيفتنا في الأستوديو الاستشارية التربوية نورا نحاس أهلا وسهلا فيك أستاذ نورا أهلا وسهلا بكم وجميع المشاهدين موضوع شايق صراحة يعني كتير من الأشخاص ممكن تكون سعيدة اليوم لحتى تتعرف أكثر قبل كل شي خلينا نتعرف أكثر شو هي أبرد سمات الشخصية المزاجية الآن زي بدك بشكل مختصر المزاجي هو المتقلب والمتناقض يعني اللي بتلاقيه بفجأة بيغضب من غير أي سبب مقنع فجأة بيرضى بتلاقيه لطيف ورومانسي وحباب وعطوف ولطيف فجأة بيرجع بعد شوي بيتغير لواحد تاني وكأنه شخصيتين بواحد وهو حتى نفسه مو عرفان شو هي الأسباب اللي مخليته يعني يتصرف هاي الطريقة وغالبا هدول الأشخاص بينداموا كتير يعني وغالبا بيكونوا طيبين قلب وصافين مثل أطفال هنا الأطفال ما بيقدروا يتحكموا كتير بانفعالاتهم فهدول المزاجيين أيضا بيمتازوا بجدارة أنه هنا ما بيقدروا يتحكموا تصرفاتهم نهائيا يعني ممكن أن مدير العمل لأجل أنه منحقة القهوة بسرعة بالوقت المناسب يغضب على كل الموظفين ويعمل لهم عقوبات جماعية طيب إذا عرف السبب هو هذا الشخص عرف سبب بردود أفعاله اللي خلته ينفعل بهذه الطريقة هو بيكون شخص مزاجي ولا لا؟ بالمزاجي أنه حتى أثناء انفعاله أو بعد انفعاله أثناء الندم ما بيكون مركز بالسبب بيكون مركز فقط بالتصرف أو بتنفيس عن غضبه يعني همه الوحيد أنه الضغوط ما تكون موجودة في داخله فينفس دائما وفيش خلقه بكل الناس اللي حوله فمساكين الأشخاص اللي بيعيشوا مع هيك ناس بيكونوا دايما مسرح لأنه يحسوا بتأنيب الضمير عجب أنا السبب اللي عملته بهذا المزاج ليه عجب الصرف هي الطريقة خاصة إذا كانت زوجة أو إذا كانت أم أو حتى يمكن هلأ أكثر شيء بيمتازوا فيه اللي هنه المراهقين والأطفال المدللين كتير كتير وغالبا يكونوا السيدات أكثر من الرجال بالمزاجية طبعا الظروف الدورة الشهرية والهرمونات وتقلباتها إلى آخر أنه في عنا عاملين بيلعبوا بالموضوع اللي هو الحالة النفسية للشخص وأيضا الظروف والبيئة المحيطة والتربية لما بيكون صغير طب خلينا نحكي عن تفاصيل التربية تربويا يعني شو هي الأمور اللي ممكن يتخلي الإنسان يتحول إلى شخص مزاجي خصوصا فيما يتعلق بتعامل الأب والأم مع الأطفال رح شبه لك إياها أنا طفل أمام والدي فيغلب علي أنه أنا بدي كل الأشياء حاولي يكون متاحة ومباحة يعني أطالب دائما بالزيادة ويكون عندي مقتنيات أكتر يكون عندي مساحة من الحرية أكتر فالأم والأب يعني حخصة إذا كان ولد مدلال نعم بيضطروا أنه يعطوه لحتى يبرهنوله على أنه هن بيحبوه فكلما أعطوها عتبة من الدلال ومن الحب كلما طالب بالمزيد وبالتالي يتحول إلى إنسان مزاجي يعني أنا بدي هالساعة أو هالدقيقة بدي مثلا شيفس هالدقيقة طيب الدنيا ليل ساعتينتين يا ماما كذا مستحيل شيفس يعني شيفس بيضطر البابا آسفا بيطلع من فرشته بينزل بيجبله إياها وهو يحسب أن هذا بر للأبناء يعني هو من واجبه كأب يعمل هيك أبدا أبدا مواجبك عزيز الأب أبدا مواجبك عزيزتي الأم أنه تلبي طلبات ولادك بهذه الطريقة نحنا عم نحول الأولاد بالدلال المفرط أو بالقسوة المفرطة إلى أولاد مزاجيين يعني أنا لما ما بيجي طلبي بعند وبصرخ وبضرب رجلي بالأرض وبعملكم شرب بسمع الحارة كل ياتا لحتى تعمل بديها بيكبر الطفل بيطلع على المجتمع برها بيتفاجأ أنه الناس ما هنم مثل بابا وماما الشغلة الثانية أنه الناس عم بتعاندوا وتقولوا أنت ما لك حق يعني كل الناس بتشوف واحد هاي الطريقة بتتدايق منه وتحاول توقفوا عن تحده يعني وتفهموا أنه أنت ليس لكم مساحة من الحرية تتصرف هاي الطريقة أو تعصب أو تشتم أو حتى بتلاقينا عم يسوق السيارة الشخص المزاجي لأدفها الأسباب يعني واحد عمل غميز الطيامي بدل اليسار مثلا قدامه بيسبوا بيشتموا بيشتم كل السائقين وكل الحي وإلى آخرين فالكون كله بيتحول لدمار كأنه مثل ما قالت قبل شوية صونامي بعض الشوية بيروق وبيغني وبيهيص ما في شيء أبدا ولكنه صار شيء طيب في شيء أسباب رئيسية إلا علاقة بالأم والأبي علاقتهم ببعض ممكن تخلق هذا الشخص المزاجي أبي شوي أنه في عنا عامل البيئة اللي هو بتساعد على أنه تكوين هذا الأمر أيضا لما يكون في عنا وراثة الولد اللي بيعيش مع أب مزاجي أو أم مزاجية كل شوي بيطلع المؤشر عنده وينزل والبابا كل شوي بيطلع يعني معناته هي الحياة طبيعية فنحنا عم نرسم الخطوط الأولى لشخصيات أولادنا فإذا نحنا كلنا بحال مزاجية وبتقول الماما بابا مزاجي بابا متقلب بابا متناقض أو منبرر له هذه التصرفات أو الأب يقول نفس الشيء تحملوها لأنه معصبية مثلا أو ما بتتحاسب ماما لما تعصب أغلقوا النوافذ وخلاص خيطها ما البدية فالولد بيحس أنه هذا الأمر الطبيعي ماما هيك ما هي أفضل إنسان بالعالم أو بابا هيك هو أفضل إنسان بالعالم فأنا طوالي حكون مثلهم فبتصرف هاي الطريقة بتأثير الوراثة أولا وبتأثير البيئة أيضا وبتأثير الظروف المحيطة به فلما منعشعل له يقول الحوالي يحط له الشمعات كلا أيوم نقوله تفضل أنت المسرح لألك كون مزاجي نحن كل ياتنا رهن إشارتك فالولد بيحسب أنه هذا الموضوع صح وبيستمر وبيستمر وبعدين يطلع على المجتمع عنا أشخاص مزاجريين نعم وخلينا نحكي بصراحة يعني شوي الأثار السلبية اللي ممكن تترتب على الشخصية المزاجية في حياته نبدأ في الحياة الاجتماعية أبشع وأخطر إساءة ممكن أن يقع بها هذا الشخص لما بيكون موظف مو مدير مدير أسهل لأنه مطاع بس لما بيكون موظف عنده هاي الحالة وبيحاول أنه يبرز الانفعالات اللي عنده بطريقته المعتادة فالمدير بدي يصطادم معه وبيطلعه من العمل فشو بيعمل بيكبوت فبيكبوت بيروح بيفش بميار زملاءه بالعمل يا أما زوجته بالبيت يا أما أولاده يا أما جاره بالبيت المهم بدي يطلع هذا التنفيذ بمكان غير مكانه لأنه ما بيقدر على اللي هو الرئيس تبعه أيضا السيء الحظي بتكون زوجته مزاجي أو هو هي مزاجي وهو غير مزاجي يعني بدا تتحمله على حلوة ومرو عجره وبجره لأنه إنسان كل شوي الشكل فمضطرة كرمال أنه تبقى خيمة البيت موجودة ومستمر الأسرة وما يتضرروا الأولاد وبالتالي يتبيح له كل ما يريد أن يفعل التضررات كثير كبيرة أحيانا متوصل ردات الفعل لأنه يفعلا نلفز كلمة الطلاق أو مثلا يتسرح من وظيفته أو مثلا يكون ماشي بشاعة تسبب بحادث مروري أو مثلا بحالة عصبية ما ياخد أدوية أو شيء خلاص ما سيطر على انفعالاته فهذا الموضوع خطير للغاية اللي لم يوقف عند حده خاصة إذا كان ولاد صغر أو مراهقين أنا لا أستطيع تخيل شركين حياة مزاجيين بحس كارثة وتسولميات وقد تحصل بالبيت شو صحيح إذا كانوا الاثنين مزاجيين صحيح حط السلب على الموضوع فخبرينه هيك إذا شخص واحد مزاجي بيننا خلينا نحكي للحياة الأسرية كيف ممكن تتعامل معه الزوج أو الزوجة إن كان أحد منهم مزاجي وشو الأخطاء اللي بيرتكبوها يعني هنا بالعدم كان يتجنب وهل التجنب صحيح مثلا؟ هلأ أول شيء مزاجي لما بتكوني أمامهم بيضايقك ليه؟ لأنه هالحالة من الغضب اللا مسيطر عليه بيخليك تحسي أنه أنت بتقنيب الضمير أنه أنت السبب اللي خلتي ثور هذه الثورة فأول شيء بيصيبك جلد الزات كزوجة أو الزوج حتى بقول والله أنا عم أدللها شو صلى فجأة أو يعني الثاني شغلة بتحاول أنه توصف بهذا الانفعال يعني مثلا بتقول هذا الزلمة عصبي دائما ما هو هاللحظة صار عصبي ولكن عصبيته كانت مفرطة بيحس أنه تصرف في تصرفاته وحيندم عليها فهدول خطائين كتير كبار الحلول برأيي كنصائح لما بتكون حالة الثورة أو حالة الانقلابات اللي بتصير لا توصفه للشخص المزاجي بهذا الانفعال لأنه قبل شوي كان رقيق جدا وناعم ولطيف وحبوب ورومانسي وإلى آخره ما هذا صفته أبدا احذر عزيزة الزوجة واحذر عزيزة الزوجة هاي ما صفته هلا لأنه مزاجه مرتاح وله جوعان وله مشوب وله فهو مرتاح مبسوط فأكتر شي بتصيبه لما بيكون دنيا رمضان أو بيكون شوب أو بيكون في أزمة في ضغوط مالية أو شي فبتحول إنسان تاني فإياك أو إياك توصفوه بأنه هو إنسان عصبي لأنه طرفي الطريقة هو يعني مثل ما قلت لكم إنسان طيوب لكن في علاقته المسيطر عليه ويشبهوه مثل الحليب الحليب بيفور وبيكبكب بعد بعد شوي بينزل هيك ما بقى فيه شي نهائيا فأفضل طريقة بهذه الحالة إنه الواحد يقعد ويتبع ملامح الشخص المزاجي بيبانع ملامحه إمتى السونامي جاي فواحد اثنين ثلاثة عدي لثلاثة وصبري هتمرق الأزمة بخير بس روء شوي وعطيه مجال ينفس لأنه إذا ما نعطيه عن التنفيس أو ما نعطيه عن التنفيس عن مزاجه وإنفعالاته هيزيد بزياده هيعتبرك عدو إله وحيطلع كل أسلحته فلما بتنسحبي بهدوء وبتفرجيه إنه أنت بتحمله وصابرة فيه شغلة اسم الإنسحاب السلبي إنه أنا تركته بالغرفة عم يعيط ويعمل شو أنا طالع على بره هذا اسمه احتقار سوري من هاي الكلمة أو إهمال أو عداوة لأله بإظهارها بغير طريقة يعني طريقة غير مباشرة الإنسحاب اللي بنريده إنه استمعي ولكن لا تستمعي يعني مني حالك عم تسمعي وش خليد حالك بشي تاني فكري بشي تاني هي أزمة حتمر عاصفة مثل ما قلنا قبل شوية حتروح بعد شوية حيتحول للإنسان الثاني اللي أنت بتحبيه فإذن التجنب لكن مو التجنب السلبي أو الإنسحاب السلبي ثانيا أنظري لملامح الوجه للشخص الميزاجي تتبعي جيدا هتعرفي إمتى الثورة جاي وإمتى رايحة ثالثا تتبعي ظروف الأسباب يعني أحيانا للشخص الميزاجي لأمر تافه كتير بتدرسي شوي قبل لحظتين ثلاثة قبل ساعة شوفي هو جاي من الشغل تعبان هي جاي مثلا حامل لأنه أو لأنه اقتربت دعات الشهرية في شي سبب حصل لحتى حصلت هذه الثورة فبعد شوي إذا تحملناها حتمر بسلام وتكوني أنت راضي أكتر منه فالامتصاص هو أهم شيء بالنسبة للرجل الميزاجي أو المرأة الميزاجية طب بصراحة يعني خلينا نكون واقعيين برضو الشخصية الميزاجية مش حلو التعامل معها وكثير من الناس بينزعجوا منها يعني إحنا بحياتنا الواقعية ننزعج بشكل كبير جدا من الشخصية الميزاجية وين المسئولية تقع على الشخصية الميزاجية؟ هو بذاته كيف ممكن أنه يبدأ بتعديل ميزاجه؟ بتغيير هذه النواحي السلبية عنده وممكن تحويلها لشيء إيجابي سؤال زكي جدا بتشكرك عليه هو لب الحلقة بأعتقد هو لب المقابلة إذا إنسان بدأ أولا بالوعي يعني يعي أنه يقع في مشكلة لأنه شايف هو مع الوقت الناس اللي حاولها عم تفرض عم يبقى شخص منبوذ يعني المرأة أو الزوجة بتتحملوا أول يوم عاشر يوم سابع يوم بعدين تاخد موقف وخلصة خليك بحالك وأنا خليني بحالي بيحصل ما يشبه الطلاق العاطفي وأحيانا الأولاد لما بشوفوا بابا بهذه الثورة الهائجة أو بهذا المزاج المتقلب بابا ما يخرج يتحملوا أبدا تركوه فلا نتركوا كليةنا من أصله وخليه أعاد لحاله مع كتابه أو تلفزيونه أو موبايله فيفقد أشخاص كتيرين بحياته لما بيوعى أنه واقع في مشكلة نوعي نقله أنه أنك واقع في مشكلة ولكن دور إنصاق التومي بفرق يعني إذا أردت المساعدة فأنا بقدر بساعدك لأنني أنا شفافة يعني أنا شفاف ناحك بحيث أنه بقدر أعطيك صفاتك أو بقدر أعطيك صفاتك شو الأشياء اللي ممكن تحسنها بنفسك إذن بداية الوعي أو توعيته من قبل آخرين ثانيا الاستناد إلى صديق صدوق نعم اللي هو يعني ما بينحرج منه إذا قال له أنه فيك فلان غلط في ناس بتحسسوا خاصة للمزاجيين لا أنت معناها ما بتحبني لأنه هو دايما يتهم نفسه ويتهم الآخرين أنه هو مكروه ومحبوب اثنين مع بعض يعني بيتصرف تصرفات عشان أنه يكون محبوب بعد شوي قول ما حبوني أنا مكروه فهذا التقلب بالمزاجي بيخلي دايما متوتر فأمني أو أمنه وقال له أنت في أمان وأنا رح أكون معك بصفك وليس ضدك ثالثا أيضا الاستعانة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية اللي هي الوضوء عند الانفعال أو مثلا اتخاذ المواقف الجميلة اللي بيكون حوله خد أدوات أيها الانفعالي أو المزاجي خد أدوات تريحك أنت بتعرف شو الأشياء اللي بتريحك أنت بالذات فيه ناس بتحب صوت القرآن فيه ناس بتهدية فيه ناس الوضوء بهدية فيه ناس ميوزيك حلوة صغيرة نعمة المقطوعة صغيرة هي رابط شرطي عنده بتخليه روّق فيه ناس ضم الطفل الصغير بتخليه روّق تنسي صورة ولد صغير واحد من أبنائه أنت المزاجي أنت التي تختار الطريقة التي تهدأ بها وتكون الطوافان بأقل الخسائر الممكنة صحيح طيب هاي الشخصية المزاجية ممكن تتحول لمرض أو اضطراب نفسي؟ طبعا إذا مثل ما تسونامي تماما إذا تركتيه يمتد إلى أبعد حد حيكسر الدنيا على قولة المصريين نحن علينا أن نوعيه كمجتمع إن كنا أمهات أو آباء أو أصدقاء أو حتى زبلاء بالعمل نقول هذا الشخص كأنك زودت حبيتين يعني لأنه مع الوقت حييفرض في الإطم في عالات ويطلع وينزل مؤشر عنده هو ما بيعي ذاته أنه شخص مزاجي ما بيعي؟ ما حيحترم نفسه له ما بيعي ذاته أنه أنا شخص مزاجي؟ بالبداية ما حيوع بالبداية ما حيوع لأنه عم يتصرف بتلقائية لكن إذا ما أجاه الشخص المناسب اللي هو مثل ما أنا بشوي يمتص غضبه وينصحه من طرفه وينصحه بعداء ويقل له أنا من صفك ومن ناحك منروح مع بعض منعمل مشاوير أو من راجع طبيب أو إلى آخرين إن كانت تصرفاته يعني صارت مرحلة الخطورة اللي هي إيزاء الآخرين أو إيزاء نفسه نعم أستاذي نور رنحاس نحن نشكرك جزيلا شكر على هذه النصائح القيمة والممتعة في هذا الموضوع شكرا جزيلا أهلا وقصا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا